ثمن عدد من الخبراء والمراقبين الجهود التي بذلها السودان لإحلال السلام خاصة في إفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان مطالبين بالمضي قدما نحو إفريقيا بعد أن صار العقل الجمعي الإفريقي يتجه نحو تعزيز دور السودان وهذا ما ترجمته جولات عديدة قام بها نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر إلى عدد من دول الجوار الإفريقي للتنوير بأدوار السودان في محيطه الإقليمي المضي قدما نحو إفريقيا بعد أن صار العقل الجمعي الإفريقي يتجه نحو تقوية قدرة القارة الإفريقية على إدارة وتسير أوضاعها الداخلية والخارجية عبر آليات إفريقية خالصة تفوح منها رائحة العمل الجماعي التضامني المشترك فالمصالح الاقتصادية الإفريقية لا تعزز إلا بتقوية وتعزيز قدرة آلياتها الاقتصادية بحسب العديد من الدراسات الاستراتيجية في إفريقيا وهو ما تترجمه جولات عديدة قام بها نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر إلى عدد من الدول الإفريقية شملت محطات عديدة توقف عندها الرجل ناقش خلالها قضايا تحمل نفس الأبعاد والمضامين الاقتصادية والسياسية والأمنية وقيرها من محصلات قوى الدولة الشاملة فكانت شاد يوقندا وكينيا ورواندا وهي محطات تعزز وتوسق علاقات السودان عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية الزكية في إطار تجديد أو إنعاش المسار الاستشرافي الداعم لتنشيط البرامج والمشروعات والاتفاقيات المختلفة بين السودان والدول الإفريقية خاصة المحيطة بجواره الإقليمي وذلك لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها والمخاطر الناجمة من التدخلات الخارجية المهيمنة التي تتعرض لها معظم الدول الجوار الإفريقي في إطار حركة لمتغيرات مستمرة تربق المكونات الاقتصادية والسياسية في ظل هيمنة اقتصادية دولية كبيرة وهو أمر يحتم العمل المشترق الموحد والمتضامن في شتى المجالات خاصة الاقتصادية منها ذلك لما تتمتع به إفريقيا من موارد اقتصادية بمختلف أنواعها المقيمة عالميا بأثمن المدخرات الاقتصادية في العالم وليس السودان ببعيد فاتجاه السودان نحو إفريقيا يحسبه مختصون وخبراء استراتيجيون جيدا وإن كان متأخرا وهو بذلك يستطيع أن يجلب له العديد من الفوائد التالية يعزز من دور السودان الرياضي في مساهمته في استقرار وسلام القارة الإفريقية يدعم مواقفه الداخلية لتبني شراكات إقليمية اقتصادية قوية يعزز من نقاط القوة التفاوضية للسودان في المحافل الإقليمية والدولية إعادة التنظيم والترتيب والسيطرة على موارده الاقتصادية تغوية النسيج الداخلي من خلال مواجهة الاستراتيجيات المضادة للتطوير الاقتصادي مقاومة التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها يعزز من أمنه واستقراره في الإقليم محصلة القول إن محاولة تفتيت السودان في إطار سياسة شد الأطراف وبترها ضمن تأجيج الصراعات والمقاطعات الاقتصادية وخلخلة تركيبته الاجتماعية المتماسكة مجهود يقتضي من السودان تحسين علاقاته وتوطيدها مع دول جواره الإقليمي من أجل خلق تحالفات زكية تواجه هذه المخططات رمضان عبدالقادر لقناة طيبة الخرطوم